رقم مهم في إنتاج الحمضيات بالجزائر هذه السنة وطموح لبلوغ الأكثر خلال السنوات القادمة وفرة كبيرة في الإنتاج مقابل تراجع في الأنواع وانحصار الاستثمار في هذه الشعبة على أنواع معينة الكليمونتين أنا رأيك هنا بكثرة جدوا بساتين أنتع الحمضيات كانت ندر لراشاش يعني بمثل التقليع أنتع البساتين اللي كانت كبيرة في كل الأنواع فيها بلك 21 و25 نوع أنتع حمضيات الناس كي عودت غرست غرست الكليمونتين بزاف الكليمونتين سنجر بيجاب الخير وجه العام عندنا الدبلفين البورتيغيز العربية الجابة الأمنيم صونغيل هذو هذو قاعلي باريتي طارديف هنا اللي تخلين عليهم وتخلين بالكليمونتين هذا الكليمونتين أنا نقول لك ماشي ما نديروش ماشي ما نديروش نديروه بساوشنوه من عموهاج بسكو هنا دلناها من الشرق للغرب من الجنوب للشمال وزيدة ما زالها ما دخلتش راها ما زالها صغيرة منا على عشر سنوات أو وحداشن سنة راح تشوف يعني منتوج كثير وما تقدرش تتخيل تتخيل وش تولد هي الجزائر تفقد شيئا فشيئا خصوصية الأنواع الكثيرة والمتميزة لفاكهة البرتقال بسبب غياب التخطيط الفلاحي والبحث عن الربح السريع الأصناف القديمة اللي كانت يعني اللي في الجزائر كانت فيها اللي من ساكسون مالك كليمونتين مموريال دي مموريال سان بيبا كين واشنطن لفاكين صنغيل بورتيغيش جافا ماندارين صنغيل لامليم هذو الأنواع كي تقلعوا ما عودوش جدوا هذه المسمات الحمضية التعلوناجي كي الناس كي بدأت تجدد في البساتين بدأت تغرص في الكليمونتين صرت الكليمونتين هذي اللي من لقب على الفوكاماريار تجيب إنتاج واشنه ما عندهش لقوقوا الفاريتي تبكري أملحهم قاعدين وقوقوا يغرصوا غفلتا عجدد هذا ماذا بينا كي يغرصوا هذي خطرة هذو التقنيين والتالاخر كي يغرص لازم يجوك باش عاودوا يرجعوا لفاريتي قديمة قديمة راحت خلاصت ونحوسوا على المراقات على الجهات المعنية باش وجه الفلاحين واش يغرص التنويع في الشعب الفلاحية والعمل على تطويرها وتحسين الأداء العام لجميع المتدخلين فيها مهمة أساسية على عاطق الجهات الوصية التي يجب عليها اتخاذ جميع التدابير لضمان احترافية في الأداء وتحقيق أفضل النتائج بالنسبة لشعبة الحمضيات حنا في الجزائر عنا رصيد كبير سواء في تاريخ نتاعها في لاميتيجا بصفة خاصة هذا الشعبة عندها أهمية كبيرة وورا نلاحظه في السنوات الأخيرة كان غرص جديد مستثمرة جديدة الحمضيات بقيت بالنسبة لإخواني الفلاحين يجب عليهم تتبع المسار التقني ويجب كذلك على السلطات العمومية توفير الإمكانيات المادية والمعنوية للتقنين تاعها للمرشدين بش يقدروا يتحركوا الإرشاد والمرافقة التقنية والتوجيه الجيد للمنتجين والراغبين في اقتحام عالم الاستثمار بات أكثر من ضروري أمام هذه الوضعية اشتركوا في القناة